لما اروح لأستاذ جوهري ومباراة الزمالك ونتحدث عنها كاسية عشان المباراة دي انا ازعلان عليها او كمان عشان داين بلح مكان شجال هل في شيء اخر فيما يخص مباراة الايولال حبيب تضيفه انا برضو عايز اضيف بعد جمال الحاجات في الايولال اه اه يمكن اخر حاجة بعد نتيجة المباراة بقى الواقعة اه ويمكن احنا معنا انفراد سبب سبب الواقعة وسبب الخناء اللي حصرت من محمد الشناوي اه محمد الشناوي بعد اصابة لعيب الهلال والعيب وقت فتوجه للطبيب الفريق مش محمد الشناوي محمد عبد المنعم هو اللي راح يطبيب الفريق فقال له عالج اللعيب بتاعك برا ما تضيعوش وقت انتو دعتوا وقت كتير جدا في المباراة فالراجل يعني طبيب الفريق تطول عليه بقى بشكل من الاشكال التطول لفظي يعني حتى لحد اللحظة دي الكلام بالكلام شفهويا اه لحد ما رش سبري البنج على محمد عبد المنعم فكان محمد الشناوي موجود فطبعا اشتبك مع الراجل الراجل كمل في التطول بدون الدخول في تفاصيل يعني ضد النادي الاهلي يعني ضد النادي الاهلي فالازمة كلها كانت كانت بسبب ان التطول ده كمل بقى وحصل في الاشتباك اللي بعده حصل وهالنفس القصة حصلت تاني بعد المباراة فالقصة بدأت من عند طبيب الهلال انه هو رشل سبري على رشل بنج على محمد عبد المنعم عايز رأيي قول لي المناوشات دي انا بشوف في كل حتة في العام بما في ذلك الدول الانجليزي تمام بس انا النهاردة قلوم على محمد طبعا موقف من الطبيب موقف خاطئ ومش مقبول وحاجات زعال بس الموقف من محمد الشناوي كابتال النادي الاهلي دايما ببقى مستني منه ايه ومحمد شناوي دي شخصيته على فكرة هو شخصهاد هو شخصهاد ويهدئ على فكرة ده بقى ده خبر اخر يعني جهاز الفاني والادادي عتبه على محمد الشناوي بعد المباراة انه وطر الدنيا خاصة انه هو كابتال الفريق هم موغدين على محمد الشناوي انه هو اللي بيروح ويلم ويهدي ويسكت اللعيبة فانا بكون شخص بس عايز محمد الشناوي ينجرف في الحاجات دي بس وبرده انا لومي بقى على عبد المنعم انا بحس ان عبد المنعم شوية بيتشد في اوقات كده معينة في المباريات دايما في مشاكل اللي هو على فكرة عبد المنعم انا بشوف انه هو من اللعيبة المميزة جدا وبشوف ان هو من احسن لعيبة الموجودة في الدوري احسن لفينة في الدوري انا بشوفه يعني هو طبعا مع حجازي كمان منتخم مصر انا بكلمها كالتلاتة هيلين يعني فانا بشوف ان عبد المنعم لعيب كويس هو محتاج بس ان هو يهدى شوية في المفعلات